إسلام أفضل أعفل عالم قلندور مين هياخد الجيزة كلام على محمد صلاح وبنزيمة تحس الموضوع اتحصر شوية ممكن يبقى فيه أسماء تانية في كانت في جورجيني وفيه أسماء تانية بتتقال ولكن الكلام شوية اتقفل على صلاح وبنزيمة وكل واحد أنا بتكلم لو أنت قبل الهواء كل واحد بينصر ابن بلده أو بينصر ابن قريته صلاح ولا بنزيمة بكورة وأمور فنية ومشننصر حد بس نقول كورة والله محمد صلاح بيعدي أعداء استثنائي بسم الله ما شاء الله لا يعني محمد صلاح مش شنح مصريين وبنحب صلاح محمد صلاح مرشح بقوة أنه هو لياخد البلندور يعني حاليا محمد صلاح كلعيب كجودة كتأثير في الفريق كتأثير في نتائج فريق اسواء على مستوى الدوري الإنجليزي على مستوى الشامبينز ليج ما يقلش تماما أي لعيب في العالم نفس القصة بتنطبق على كريم بنزيمة نفس القصة بتنطبق على روبرت ليفندوفسكي لعيب بالميونيخ لعيب يعني مكينة أهداف غير طبيعية الثلاث لعيبة دول هما المرشحين الأوائل أن هما يبقوا مرشحين البلندور حيث محمد صلاح بيعمل موسم استثنائي الحلو في محمد صلاح يا كريم أنه هو بيطور ماتش عن التاني عن التالت والراجل ما بيبطلش فعلا لعيب يكاد يكون هو حجر الزاوية الأساسية في أداء ليفر بول سواء على المستوى الأوروبي أو مستوى الدوري الإنجليزي فبالتالي محمد صلاح أهدافه كل يوم والتاني بيكسر أرقام قياسية أكتر من كده أنا بالنسبة لي محمد صلاح حاليا هو أحسن العيد في العالم مع كل احترام البنزيمة اللي بيؤدي أداء استثنائي كريم بنزيمة من بعده خروج رونالدو من ريال مدريد فهو يعني واحد من أهم اللعيبة أنا بفتكي أنا كنت بقولي على بنزيمة قبل ما يمشي كريسان رونالدو وبقولي عليه بعد أنا كنت بكرى فكرة أن كريم بنزيمة موجود في ريال مدريد دلوقتي أنا بفتكي على المدريد عشان كريم بنزيمة كريم بنزيمة غير طبيعي